انتبه اشقال انتبه اشقال مرحبا مرحبا امين مرحبا ايه دنسي اسموه فينا يتفرجوا فينا على حلاص بيحبا يموزايي كفام اليوم باش نحكيه على برنامج ديني يتعدى في القناة الوطنية الاولى اسمه الدين القيم وكل مرة يطرح موضوع بتطبيعه يهم شأننا الديني نسمع كيف شو بداي البرنامج في القناة الوطنية عزائنا المشاهدين مرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين القيم رب ان شاء الله يبارك في اوقاتنا ونحن ان شاء الله نقبل على شهر شعبان المبارك ان شاء الله قبل شهر رمضان رب ان شاء الله يجعله شهر عتق من النار ان شاء الله وشهر الرحمات والمغفرة باذنه سبحانه وتعالى لما نتحدث على معنى التشاور وهو من معاني البناء الحضاري من اسس البناء في الحضارات هو التشاور هو ان نسمع بعضنا وان نتشاور وان نتناصح كذلك الحديث في هذا الموضوع ان شاء الله كل عادة معنا شيخ أشابسي محمد بلسي مرحبا بيك السلام عليكم سيد عبد الكريم السلام عليكم سيد بيلال وكافة المشاهدين الأكارم بارك الله فيك كل عادة معنا فضية الشيخ المقرأ سيد بيلال بمحمود أهلا وسهلا سيد عبد الكريم مرحبا بيكم هذا برنامج ديني عادي كيف نعريكم؟ كم أي برنامج ديني شو رأينا؟ هذا المقاتلة العادية للبرنامج ولكن في وسط البرنامج يكون الموضوع متاعه والاستشارة الوطنية والدعوة للاستشارة الوطنية في هذا البرنامج سيد عبد الكريم نحن نعرف أنه في ديننا عندما يسمى بالمصالح المرسلة يعني مصالح المرسلة هذه الكلة يتم فيها اتفاق بين الناس خصوصيات فقه المالكي هذا هو خصوصيات فقه المالكي نحن مالكيين في ديننا ونحن نعرف أنه يعني ثم اليوم في بلادنا لا نجموش أن نمر عليها مرور الكرام ولكن اليوم نلقاه في أرضية الحرية وأرضية الاختيار وغير وكذا اليوم نلقاه أنه ثم دعوة ربما بطريقة أو بأخرى إلى يعني بدل المذهب بدل الفقه بدل يعني توجه متاع بلادنا الكلة في المسألة الدينية ويقول لك اليوم مثلا دولة اللي تطلب منك نحن عنا اليوم ما بيرقى وسائن سيد عبد الكريم الاستشارة والاستشارة الوطنية يقول لك اليوم الشاب يقول لك أنا يعني نحبش كوني يسمعني ويلوم على يعني ربما لي أكبر منه أو ليكونوا يعني مسؤولين يقول لك ما يسمعونيش ما وجهونيش مثلا لا يقول لك يحبش كوني يسمعني ويقول لك ما فمش كوني يسمع فيه ولا دونك أنا حكيت على برنامج هذي على خطر شفت برشة انتقادات حتى في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقول لك اليوم برنامج ديني للدعوة للاستشارة هذي ماهوش معقول فمش كوني اعتبروا حاجة عادية مثالش بما أنهو في الشأن العام ماذا رايكم انتم؟ اي شوف أنا من موضوعي قلقني من الناحياتين الناحية اللولة مبدئية معناتها نتصور إنه فم إجماع في تونس على الفصل بين الدين والسياسة على أساس إنه إحنا دولة مدنية وحتى أي أكت لانتخابات استشارة أي حاجة أخرى المفروض إنها تتبنى على ما هو وضعي على ما هو مشترك بين الناس وعقيدة الناس هي مسألة خاصة وشخصية ما هيش معناتها ما يزمش تكون أداة للاستعمال السياسي هو برشة مش برشة معناتها 99% ما قد يتوجه الحركة النهضة كان على أساس خلطها بين السياسي والديني لونك هذا من ناحية المبدئية من ناحية أخرى نرجعوا لموضوع السياسة التواصلية متع الاستشارة أنا ما نعرفش شكون اللي فكر في الموضوع هذية ولكن فيه تقديري قاعدين يهزوا في الأمور في طريق غالطة وما هوش هذية وما هيش لبرش هذي اللي بيش تجيب لهم الناس أنا متأكد إنه راو فما واحد طلع قلم أسمعوا لي إنه الناس ما هيش قاعدة تشاركوا فما عوزوف هيا نعزفوا على الوتر الديني ونحكيوا وعلى أساس إنه نجيبوا الناس من الباب الديني فيه تقديري هذية ما ينجمش يعطي نتيجة لأنه معلقتها إنه نجيبوا الشيوخ يحكيوا في الموضوع السياسي وغيره جربها نظام بن علي قبل وشوفنا في الآخر النتيجة بتاعه ما تعطيش حتى النتيجة وبالعكس الناس يرفضوا إنه مع أنت ما يسمى بالدين الرسمي أو التناول الرسمي للمسألة الدينية حب المسألة الدينية هي مسألة خاصة به ما تدخلش في الموضوع السياسي ويمكن هذي يكون عنده تأثير عكسي على مشاركة الناس في الاستشارة الوطنية أنا يظهر لي أخي إياد وقع على الخلط في الأمور معتها معتها وقع على خلط بين الاستشارة والاستخارة معتها دانك معتها تلخطت شويل ومور دانك غلطه في التامك هو قال كنا نسمع فيه الشيخ يحكي على الشورى في الإسلام ويقول لك السياسة هي شأن العام وشأن العام هو دينك هو دين لازم يحكي في شأن العام إيمان عليش فلومه على الأحزاب منتع الإسلام السياسي يقول لك لا الدين والسياسة هما نفس الشي هنا يمتال أبروش راهي تعطي معناتها الحق للناس هذو ما اللي معناتها كان الخلاف معناتها بتاع قسم كبير متواصل معهم هو أنه لا للخلط بين الدين والسياسة هذية بالنسبة للبرنامج الديني في القناة الوطنية كيف كيف في التلفزة الوطنية عنده برنامج حول الاستشارة ويكونوا فيه شباب يسئلوا يجيبوا مختصين والشباب هذية يسئل المختصين هذوم على أسألة موجودة في الاستشارة هكا شوي أكس خيم من برنامج في الاستشارة اليوم تنجموا وتطرحوا أسألتكم ولا أي حاجة تحبوا تعرفوها بخصوص الاستشارة مع الأستاذة بوثينا والأستاذ حاتم تفضلوا شكونا عنده سؤال اللي حبي يطرحوا تفضل لي ناخذ سؤالك عسليما عنا الجمعة والسبت والأحد يعني كويكانت بش نقو فراغ بش نخرجوا بش نعملوا سبوع بش نمارسوا الأنشطة الثقافية متاعنا ألا غالب مع الناس لا في المبيت الجامعي ولا في الجامعة هذي برنامج حول الاستشارة يتعدى على القناة الوطنية الأولى في أنفي وعدد من الشبابيس الناس مختصين سمعنا كما شمعتوا المذيعة قاعدة تدير في الحوار هذي حول الاستشارة فماش ما الناس يشاركوا يدعوهم أنهم يشاركوا خاصة الناس الصغار في العمر كيف كيف في الإذاعة الوطنية فما برنامج يتعدى أسبوعيا لتشجيع الناس للمشاركة في الاستشارة بخلاف الومضة هذه التي تتعدى مصباحة للعشية في وسط الإذاعة الوطنية وزيد يتعدى في نفس الوقت مع إذاعات أخرى نص نهار وخمسة دقائق أهلا وسهلا بكم مستمعي الإذاعة التونسية إذاعة الشباب إذاعة الوطنية إذاعة تونس الثقافية وإذاعة بانوراما في عدد أسبوعي جديد يجمعكم بنا من حوار حول الاستشارة نجيكم كل جمعة من نص نهار المادي ساعة نحكي في كل مرة على ملف من الملفات اللي ترقت لهم الاستشارة الوطنية نوضحوا المفاهيم المبهمة نصلتوا ضوع الإشكاليات في مختلف المجالات انطلقنا معاكم من أربعة جان في مواصلين لثمونتاش مارس عدد اليوم يتعلق بالملف التربوي أي خيار من أجل تصحيح مسار التعليم في تونس متى سنمر من مدرسة العدد إلى مدرسة الجودة معادلة الجدوى والجودة كيفاش نجمو إن حققوها الأسألة هذه بش نحاولو نجاوبو اليوم عليها مع ضيوفنا فالا دونك هذي البرنامج الأسبوعي بعدد من الإداعات الوطنية وكما شفتوا في التلفزة الوطنية بخلاف اللي يتعدى في اللي بخموه على طول النهار شنو رايكم هذي يعتبر استغلال المرفق العمومي في ترويج لشأن سياسي مش الناس كل ميفقالي شوف أنا في الحقيقة معتها الجانب هذي ما يقلقنيش أنه وسيلة إعلام عمومية تطرق لبرنامج أطلق رئيس الجمهورية من ناحية المبدأ ما يقلقنيش كيف يكون التعاطي موضوعي معتها ومهني ولكن أنا شفت جزء من البرنامج اللي أنت عاديت منه في التلفزة الوطنية بصراحة كان حد من المعارضين من الاستشارة حب يعمل حاجة بشي نفر الناس من الاستشارة في تقديري من الجمش يعمل حاجة خير من هكيكة معتها لا إخراج لا ديكور لا ريتم لا لمساج واضح لا حاجة توصل لناس تشرح الناس بشيء معتها أنا تفرجت شوي فعلا واحد يقلق ويحس أنه حاجة أركيك أركيك قديمة ومما تتوجهش للشباب شباب اليوم اللي نهاركي على تيك توك على الانستغرام على فيسبوك على وسائل التواصل الاجتماعي لكل ما نخاطبوش بالطريقة ذيك رأي مسألة غالطة وأن معتها الانطباعة اللي عندي وإذا رأي الشخصي أنه التأثير معتها كان مهوش منعدم رأيه سلبي عند فئة الشباب بطريقة المقاربة هذيك شنو رأي كمين في البرامج هذا والله ما تبعتش مش نعطي رأيه أنا عطيك شوية ديزيكستري نجمش نحكم ديزيكستري مختص معتها ما نجمش ديزيكستري معتها نعطي رأيه كل المكتوب رأيه من عنوانه أي رأي كما رأي أخويا يد معتها مش هك معتها نجم نوصله لعبيد المساج النية طيبة لكن طريقة ما تعطات قد تكون لها نتائج معاكسة تماما على النتائج المطلوبة هم أحبوا الليجون يشاركوا في الاستشارة ما هكا الليجون معتها ششاركوا معتها مش هكا تشوف تصوير أمين أنا فيه وعملينهم شريط سوديزون للتباعد اللي أنا ذكرني عرفتم الأشرة كتاب ده فما إنسان دو كريم يقول لك نتبروش با بصراحة معنتها نتصور كيف شرحة هاتي خوائد ماذا يعملوا تيك توك برنامج تتقى تيك توك بجسور اليوم يعملوا حاجات على وسائل التواصل الاجتماعي حاجات بارتيسيباتيف بالحق اللي الناس يعملوا كرياسيون دو كونتوني مش هكا مش هكا زي ما هي عامر نعم شنسئ النسئ والله لا يتطرح محتوى كرياتيف حاجة اللي توثير اهتمام الناس بش يتفعلوا معها مش معنتها أنا فيه وناس قاعدة وتتكلموا إضاءة تقول قاعدين في بونكير في أوكرانيا معنتها بالحق راهو يزمك تشوف الصور دمرتها جبلة يزم تشوف أنا 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 وشوف معنتها كما قلتلك أنا ما يقلقنيش إنه تنزل وطنية تعمل حاجة على الاستشارة ويطرح الموضوع ويطرح الموضوع مع الشباب والناس تشارك ولكن بالطريقة هذيك في تقديري رأي نتيجة عكسي نتيجة بعد قدش من هنا حتى العشرين مارس قاعدة المشاركين في الاستشارة الوطنية أنتم مزيدة متعتمون رأيكم في الطرق هذية للبروموسيون هكا للاستشارة الوطنية على صفحة متعينة أحلى صباح بايموزيك بايموزيك امتعي 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 حاجة امتعي خلع